اشتركوا في القناة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلون سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغين إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لها داكم أجمعين هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوان إن في ذلك لآية لقوم يتذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسهلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما يسرون وما يعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملتين يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليهم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين الله أكبر سمع الله لمن حمدك الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنا ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين طيبين يقولون سلام عليكم أدخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثرهم لا يعلمون بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخصف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرءوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخلون الله أكبر سمع الله لمن حميدا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حميدا سمع الله أكبر سمع الله لمن حميدا سمع الله لمن حميدا الله أكبر سمع الله لمن حميدا جز وجه سمع الله لمن حميدا سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدًا اللَّهُ أَكْبَر اللَّهُ أَكْبَر اللَّهُ أَكْبَر اللَّهُ أَكْبَر اللَّهُ أَكْبَر السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهُ اللَّهُ أَكْبَر اللَّهُ أَكْبَر اللَّهُ أَكْبَر اللَّهُ أَكْبَر اللَّهُ أَكْبَر السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهُ بَرَكَاتُهُ بسم الله الرحمن الرحيم السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ السَّلَامُ عَلَى صветов السلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمُ عَلَيْكَوُمْ وَرَحْمَاتُّ ساعة في المنزل المحتاجية كما ترى مغلقات في سبل مراتها ساعة في المنزل سأن نحن يحطير محتاجة أو نحن تحضير المزال اخذها في الحروم لاحقق الإجتماع إذا استخدموا محتاج أزاله محافظة لا تلوقع هذه المنزلة أخرى سأخبرت بعض الناس سيكون فيها المحافظة والتحدث عن الناس التي تتحدث عن الناس فتح أن تتحدث عن الناس التي تتحدث عن الناس إنه يجب أن يتقوم بشكل أنه يجب أن يتقوم بشكله أو أن يجب أن يتقوم بشكله إذا كنت تقوم بشكله ليس بشكله في الضرن المنزل يتقوم بشكله من المنزل في التقلق الإجتماعين في الشمس لأنني أفكاراً إذا كنت تحديد أن تكون مستقيم شكراً فكما تعهو من للسؤول اللّاástico بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون الله أكبر الله أكبر وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإيايا فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحد بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبيد لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقومه يؤمنون والله أنزل من السماء ماء فأحيى به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقومه يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا برد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون الله سمع الله لمن حمد سمع الله سمع الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستود الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا رجلين أحد ما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل وجعل لتقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته وعليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا قالوا ربنا هؤلاء شركاءنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتابة بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين الله سمع الله لمن حمد الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء بالقربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكافا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولا تتخذوا أيمان ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتذل قدم بعد ثبوتها فتذل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتغوا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرا بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزلهم روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم إنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون ثم إن ربك للذين هاجوا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم سمع الله لمن حميده الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يغلمون وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوا فأخذهم العذاب وهم ظالمون فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن الضر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم إن إبراهيم كان أمة قارتا لله حنيفا حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكوا بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما ينكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون الله أكبر سمع الله لمن حميدت الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر شكو驢يك جزاق الله أكبر ال Tonga بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yesterday our beloved he recited from سورة يوسف عليه السلام قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين at the end of the story يوسف عليه السلام الله سبحانه وتعالى reveal to us في مشكلة بالصوت طيب يا إخوة الله يكرمكم الإخوة في الخلف brothers please in the back can you please reduce your voice brothers in the back can you help please جزاكم الله خير some people are complaining they are not able to listen جزاكم الله خير إذا تكرمت علينا الإخوة في الخلف يخفضون الصوت جزاكم الله خير شكرا جزاكم الله خير ف what I was saying يوسف عليه السلام يوسف عليه السلام محمد صلى على سيدنا yes at the end الله سبحانه وتعالى revealed to us a very beautiful law يوسف عليه السلام is saying the law of Allah look long story a lot of ups and downs and amazing and by the way you know the story of يوسف عليه السلام is the longest story in the Quran in one place in one chapter and it's very rich it contains tens and hundreds of lessons now after long ups and downs يوسف عليه السلام is minimizing or giving in brief the law of Allah إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين indeed the one who is mindful of Allah fearful of Allah respectful of Allah ما يتقي ويصبر and patient look mindful of Allah تقوى Allah and patience both the equation contains two main pillars تقوى صبر تقوى and صبر what is the result ya Allah according to your law that you settle down on earth قال فإن الله indeed Allah will not discount the good deeds of the good doers and he used the muhsineen طبعا translation they would say the good doers طبعا the word ihsan is much 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 bigger than the word good deeds or good doers because ihsan means excellency it means perfection it means the best of the best of the best which means Yusuf in his actions was applying the concept of ihsan he was not just acting a good deed he was doing a perfect deed he was doing in the business language the excellence they saw the excellence now tamayuz okay they talk about it now this is in action طيب how can you understand the taqwa and صبر very quick very quick journey with Yusuf alaihissalam look now he realized that all of his brothers they are against him envy hatred without anything from his side yet he does say ya Allah why me he was thrown to the will without any bad action from his part yet he was patient he was enslaved for years and he stayed we don't know 10 years 15 years he was a young man when he it could be 25 it could be 22 it could be 27 allahu allam now then he was exposed to a very big test to a degree he did not do any action unless with the protection of allah he was about to do it he did not but he was in a very difficult test he did not complain then he was imprisoned even though when they gathered him she wanted with all kind of rudeness that you can ever imagine that look you were blaming me human she broke the concept of feminism the concept of shyness everything in public if he does not do what such and such I will insult him I humiliate him in the prison and he was thrown to prison what was his reaction towards Allah Alhamdulillah let's say why me Allah let's make analogy in our lives why me Allah because he knows that Allah is preparing him for something apart from the day of judgment now look to the last part of the amazing test before the reward can you imagine yourself after this long journey of injustice you are thrown into jail and the Quran said which could be around seven years seven years in jail out of a sudden a messenger will knock the door of your prison tell you the king of Egypt and by the way at that time Egypt was one of the mightest and most powerful countries on the planet earth it's it's now someone of us God forbid in the present and you told you the president of the United States of America wants to speak with you if you don't mind heart attack immediately because you can't imagine it you can't imagine it I mean in the human level forget I'm not talking from sharia level you know the weight of the people according to Allah depends on their iman but in human level imagine yourself seven years in jail then the president of United States want to speak with you honoring you look he refused to leave the prison immediately this is to see how a moment aziz he want to cleanse his record before he leaves the prison when he came seriously take you in Egypt don't me no 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 go reopen the file check how uninnocent I am then I will leave I want to cleanse my records I'm not anyone this is the of the Muslim even though the king of the most powerful country wants him to speak with him which means he needs something for him because you know he saw the dream he wants a dream teller to the end so he said the king I will not leave go and reopen check the file fix cleanse and I will go when he went there in one session in one session immediately he became in charge of agriculture in Egypt and finance according to the Quran definitely 14 years because the dream says seven years of difficulties then you have to be in us definitely we are talking about being one of the top high ranked people in charge of Egypt i.e. one of the most powerful country he was in jail 15 years he was part of the most in charge people of this country then he welcomed his family according to the Torah i don't know if that's true or not according to them we don't have hadith sahih his family his brothers and their offspring they were around 71 72 according to the Torah when they left 400 500 years later they were 1 million but the idea look he suffered yes the message the message is this is a law universal law he suffered yes he did not complain against Allah he was in trial he had no idea about the for definites he had no idea he was patient the end results in he had this high rank what about the akhira he was one of the great prophets that prophet Muhammad sallallam that he met when he was taken in isra or you know i forget in which layer of the heavens fourth or fifth but he was from you know those whom prophet Muhammad sallam met so the idea let's take a lesson from yusuf عليه السلام in him let's put one of our slogans whatever happens generally speaking not necessarily we know why Allah is doing such and such with us sometimes we have an idea we can explain we can analyze we can make some kind of possible results in many cases we have no answer tab ya Allah I did not do anything why this happened to me just say alhamdulillah accept the decision of Allah as long as you can change it like for example I lost a very dear person to me what can I do we can't accept someone to say why me what's my me you are not better than you know anyway this is the law of Allah out of a sudden without doing anything bad just I have a health disease cancer no reason most of the cancers no one know their reasons now it's the will of Allah happened what can I do I don't have even money to go to the hospital even when I go to the hospital they told me there is no medicine no medication for your case what shall I do you have one of two options accept the will of Allah okay be ready to meet Allah or be angry all the time and you will have the anger of Allah but at the end you are a loser God forbid none of you but the idea when Allah decides look we need the patience it's not just the taqwa taqwa and sabr because sometimes he was for many years in the present till he received the reward as we said I ask Allah subhanahu wa ta'ala ya rzuq al-taqwa wa-sabr wa-ya-ja'alna min al-mu'minina at-ta'i'in allahumma amin we have Masjid Khadija MashaAllah came for us to support them in sponsoring a Korean student they have 40 students so on your way out please consider that may Allah bless you 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 not have chance شكرا للمشاهدة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسري بعبدي ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أوليهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الدير وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة لنسوا أوجوهكم وليدخلوا المسجد لنسوا أوجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسي ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكفرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهير مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنوقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقيه منشورا اقرأ كتابك كفي بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدي فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفي بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصليها يصليها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعي لها سعيا وهو مؤمن فأولئك كان سعير مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض ولا الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلى الآخر فتقعد مذموما مخذولا الله أكبر سمع الله لمن حميدا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وقضي ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغاني عندك الكبر وأحدهما أوكريهما فلا تقول لهما أف ولا تنهرهما فلا تقول لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحم وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القرب حقا والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأا كبيرا ولا تقربوا الزن إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوفا فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا تسرف في القتل إنه كان مرصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقصطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحي إليك ربك من الحكم ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقي في جهنم ملوما مدحورا أفأصفيكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا قل لو كان معه آلهة كما تقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالي عما تقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيه وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة عجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهون وفي آذينهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبيرهم نفورا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوي إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا وجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا الله أكبر سمع الله لمن حميده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله ولا الضالين وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا إنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مره فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسي أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبدتم إلا قليلا وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إن تكونوا صح إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا قلوا دعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابا إن عذاب ربك كان محذورا وإن من قرية إلا نحن ملكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مستورا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة بصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤية التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا الله أكبر سمع الله لمن حميدا الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال قال أسجد لمن خلقت طينا قال أريتك هذا الذي كرمت علي لإن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهف فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء مغفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفي بربك وكيلا ربكم الذي يسجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجيكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا الله أكبر سمع الله لمن حميده الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله أكبر الله أكبر شكرا أكبر شكرا شكرا أيها السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله بعني ورحمة الله صلاة الشافية الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سمع الله لمن حميده الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر سمع الله لمن حميد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر اشتركوا في القناة السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله 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 السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اللهم اجعلنا ممن تسره حسنته وتسوءه سيئته ولا تجعلنا ممن يعجب بعماله ولا يرى لنفسه على أحد فضلا يا رب العالمين اللهم اجعلنا لك ذكارين لك شكارين لك أواهين إليك أوابين منيبين لك وحدك مخبتين تقبل توبتنا واغسل حوبتنا واسلل سخيمة صدورنا عاملنا بإحسانك وجودك وفضلك يا أكرم الأكرمين عاملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة اللهم أصلح ذات بيننا وانزع الغل والحسد والعداوة والبغضاء من قلوبنا واجعلنا إخوة متحابين فيك في هذه الدنيا مجتمعين برحمتك وفضلك في جناتك جنات النعيم اللهم إنا نعوذ بك أن نوالي من عاداك أو نعادي من والاك أو أن نكون عونا للظالمين اللهم يا عليما بالظالمين يا من لا يحب الخائن يا من لا يصلح عمل المفسدين يا من لا يرد بأسه عن القوم المجرمين اللهم عليك بالظالمين ومن عاون الظالمين ومن ناصر الظالمين اللهم أحصهم عددا واغتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا عجل بفرجك ونصرك يا قوي يا عزيز ارحم عبادك المستضعفين انصر عبادك المظلومين وأعلي بنا يا ربنا كلمة الدين وارد بنا الحق إلى أهله يا رب العالمين اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وخلة حيلتنا وهواننا على الناس يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربنا إلى من تكيلنا إلى غريب يتجهمنا أم إلى عدو ملكته أمرنا إن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي ولكن عافيتك هي أوسع لنا نعوذ بنور وجرك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل بنا غضبك أو يحل علينا سخاطك لك العتبة حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم أذن بتحرير المسجد الأقصى اللهم طهر المسجد الأقصى من دنس المعتدين اللهم رده إلى أهله يا قوي يا متين اللهم انصر إخواننا المرابطين واربط على قلوبهم أجمعين وثبتهم وأمدهم بمددك يا قوي يا متين اللهم اغفر لنا تقصيرنا نحوهم اللهم اغفر لنا تقصيرنا نحوهم وأعنا برحمتك وفضلك وقوتك على أن نعينهم اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم احفظ أبناءنا وبناتنا واجعلهم قرة أعين لنا اللهم اجعلهم صالحين مصلحين هداتا مهتدين وثبتهم على هذا الدين وقيموا الفتن أجمعين واحفظهم بحفظك يا حفيظ يا عليم اللهم إنا نستودعك دينهم وأمانتهم وفطرتهم وعقولهم وأجسادهم يا رب العالمين يا من إذا استودع حفظ يا حفيظ يا عليم اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين وأدخلنا الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر اشتركوا في القناة السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة